هاي جايز كيف كوا نرجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريق التحضير هريسة الجوز الهند او البسبوسة وهيدا اول حلو عربة على قناتنا فدعمونا وشوفوا شو رأيكم فيه يلا لنبلش عنا المكونات بدنا 3 بيضات نص كوب من الزات كباية ونص من اللبن معلقة صغيرة من برش الليمون معلقة كبيرة فانيلا رشة ملاح كباية سكر 4 معالق كبار من حليب البودرة كباية ونص من جاز الهند ومعلقة او نص بايكينج باودر وكباية ونص سميد وهلق منبلش منضيف الباب منضيف الزات وهلق منضيف اللبن منضيف برش الحاموط منضيف الفانيلا وهلق السكر وهلق منضيف رشة ملاح وبعدين منبلش منحركم بخلاط كهرباقة لحتى تصير هاك الخلطة مثل ما شايفينا بالفيديو وهلق بوعاء جديد منضيف المواد الجافة كباية اول شي منبلش منضيف بالسميد وهلق منضيف جاز الهند منضيف الهند وهلق منضيف الباب كباية منضيف بودرة الحليب ومنعركم مع بعض كتير منيح منضيف حليب ونضيف جاز العليب ونضيف بالفاق كباية وهلأ منجيب السوائل اللي حضرناها قبل ومنضيف هلأ المواد الجافة عليهم مثل ما شايفين بالفيديو شوي شوي وهلأ منبلش بتحريكهم كتير منيح بهيدا الشكل وليزم يطلع معكم الخليط هاك وهلأ منضهن اللاسينية بتحينه وبعدا منضيف الخليط عليها ومنوضعها على كل أنحاء اللاسينية ورحنا هون ضفنا شوي تلوز للتزيين وتركناها لمدة عشر دقايق بعدا حمينا الفرن كمان لمندة عشر دقايق على درجة 180 بعدا حطيناها بالفرن من تحت لنص ساعة ومن فوق لخمس دقايق وهلأ لتحضير القطر بدنا كبيتين سكر كبيتين ماء وبدنا عصرة نص حامضة وهلأ منضيف السكر منضيف الماء ومنشغل النار ومنحركنوا منيح لحتى يدوب السكر وهلأ وقتا الماء تغلى منعصر العصرة الليمون ومننطر الماء لمدة خمس دقايق وهيك بيكون القطر عنا جاهز وعنا هون لهريس الجهزات منضيف القطر بعدين منقسمها بهيدي الطريقة اشتركوا في القناة ومنرجع منضيف القطر رحنا هون ناضفنا كباية انطو حسب كيف بتحبو فيكونوا تضيفوا تكتروا أو تقللوا وهيك بتكون البسبوسة جاهزة للتقديم او هريسة جوز الهند طريقة كتير سهلة وهيني ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب اشتركوا في القناة بي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة